موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين تعيش دولة الإمارات عصر ما بعد تمكين المرأة بعدما حصلت الإماراتية على كل حقوقها بدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة التي وفرت للمرأة كل الإمكانيات من أجل مساعدتها على استثمار طاقتها وقدرتها لكي تتفوق وتنجح وتنجز في جميع المحافل ترجمة نانسي قنقر نرحب بكم مشاهدين عبر شاشة الشارقة الرياضية ما زال حصد البطولات مستمر في عالم الرياضة النسوية فالمنافسات والإنجازات تسطر من جديد ما بين الألعاب الفردية والجماعية وبلا شك ستبقى المشاركات المجتمعية لها بصمة واضحة في العديد من الفعاليات التي تقام على أرض إمارتنا الباسمة وحضور بنت الإمارات أصبح له قوة لإيمانها بأن الرياضة رسالة قبل أن تكون منافسة قبل الخوف في تفاصيل الحلقة مشاهدين دعونا نتوقف مع العناوين فأهلا ومرحبا بكم طائرة الوصل تحط الرحال في زعبيل وتحجز مكانا مع الكبار في نهائيات الدوري العام أكاديمية فاطمة بنت مبارك تتربى على عرش البطولة في دوري السلة للسيدات للمرة الأولى صفية الصايغ بطلة في عالم المضمار ونجمة لامعة في سماء الرياضة الرقعة الشطرنجية تتألق بين أروقت أيام الشارقة التراثية في نسختها العشرين رغم تنوع وتعدد البطولات النسائية في مختلف الألعاب إلا أن دوري عمالقة السلة يظل في الصدارة لما له من أهمية ومتعة وإثارة لدى الجماهير خاصة في ظل ظهور فرق جديدة تزيد من متعة المسابقة والشاهد على ذلك لقاء طرفي المواجهة النهائية في دوري العام لكرة السلة الذي جمع بين الشارقة الرياضي للمرأة وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك نتائج المباراة بفتراتها الأربعة سيكشف عنها التقرير التالي نتابع رغم مشاركته لأول مرة في عالم البطولات إلا أنه أبى أن يدخلها دون أن يترك بصمة واضحة تعلن عن وجوده في عالم المنافسات فخاض نهائي دور السلة للسيدات أنه فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الذي أظهر براعة فائقة عندما واجه صاحب الخبرة العالية والإنجازات المتتالية في عالم كرة السلة فريق الشارق الرياضي للمرأة المواجهة النهائية جاءت ممتعة وقوية للغاية بين الفريقين في معظم فتراتها الأربعة البداية في التسجيل داخل السلة وصاحبة الرميات الثلاثية كانت من نصيب الملك الشرجاوي لكن سرعان ما جاء الرد من أكاديمية فاطمة بنت مبارك الذي أرسل تحذيرا من خلال نقاط كثيرة ومتوالية داخل السلة ليعلن عن وجود فريق لا يستهان به قادما بقوة في لعبة العمالقة الربع الرابع كان الحد الفاصل بين الفريقين وهنا جاء دور الجهاز الفني الذي قدمت تعليمات بكل دقة لكل الفريقين لكن الكفة مالت لصاحب الحضور الأقوى فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الذي طغى عليه الحماس العالي والرغبة الواضحة في كسب لقب البطولة لتأتي صافرة النهاية معلنة عن فوز الأخير بنتيجة 64 مقابل 47 نقطة أحبب بارك لفريق الأكاديمية على حصول المركز الأول في الدورة العامة لكرة السلة في مشاركتنا الأولى وأحب أبارك أسمو الشيخة فاطمة متنبارك الله يحفظها وشيخة فاطمة متهزاع رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية وإدارة الأكاديمية وطاقم الفني والإدارة واللاعبات على التزامهم نحن من بداية قبل الدوري وضعنا هدف للدوري وصراحة بتكاتف الجميع بدعم الإدارة بتكاتف اللاعبين الجهاز الفني والإداري ساهمنا نحن اليوم نتوج هالتتويج هالتعب كله توجنا اليوم في المركز الأول في البطولة دائماً كنا نأخذ جيم بجيم ونحاول أن شوط بشوط هجمة بهجمة فكنا نتمنى أن نفوز وحمد الله هالمباراة أثبتت أن لو صدق تمينا نشتغل لحظة بلحظاتها يعني حمد الله والله وفقنا فريقين أدى وقدموا مباراة جميلة وصح أقاديمية الشيخة فاطمن هنيهم بالفوز يمكن فيه ثغراتهم قدروا أنهم يتغلبون علينا فيها ورغم الإصابات يعني أنا كبتن فريق بعد مصابة وفي وايد إصابات عندنا في الفريق ولكن بصراحة الحماس هذا أنا أسوي بحب مع فريقي يعني أنا فريقي أعتبره مثل عائلتي الثاني فأنا أعطيهم هالحماس هم متعودين عليه بهذه الطريقة وبالعكس يعني هاي الرياضة فوز وخسارة مرة نفوز مرة نغسر بس نتعلم بالفعل هكذا هي الرياضة دائما وأبدا هناك فريق فائز والآخر خسر وعلى من يخوض المنافسات أن يتقبل قوانين اللعبة بكل روح رياضية إذن مشاهدين ما زلنا في عالم الألعاب الجماعية حيث تعتبر مسابقات دور كرة الطائرة للسيدات منافسة تتصابق فيها أندية الدولة ولكن في حقيقة الأمر عندما تصل المواجهة الثنائية بين الغريمين الشارق الرياضي للمرأة وفريق الوصل هنا يتضح لنا بأن هذا اللقاء هو بحد ذاته دوري بكل ما فيه من قوة وإثارة ومتعة نتابع الكرة الصفراء تحلق من جديد في صالة نادي الشارق الرياضي للمرأة لتنثر الإثارة بين جنبات المكان وتريب الحماسة على المدرجات لتعلن عن مباراة مارثونية جمعت بين أصحاب الأرض الشارق الرياضي للمرأة بفريق الوصل ضمن نهايئات دور الذهاب من الدور العام لكرة الطائرة منذ انطلاق صافرة البداية كتبت الفرق عهدا بأن تكون النتائج غير متوقع حتى اللحظات الأخيرة وإن كان الشوطين الأول والثاني من نصيب الامبراطور بفارق بسيط جدا لكن هذا لم يمنع زيدات الشارقة من الصحوة في الشوط الثالث واستعادة قوة واصل حماس الجماهير الحاضرة لمؤازرة الفريق ليكون لهم يريدون فوزا جميل أنعش الفريق وارد له هيبته أمام الوصل ليأتي الشوط الفاصل ويحسم النتيجة بين الطرفين التي مالت أصفل زعبيل نتيجة امتلاك التكتيك الجيد والإرسال القوي لتكون المحصلة في ختام اللقاء فوز الوصل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد نادي الشرقة ونادي الوصل دايما المنافسة داخل الملعب لآخر نقطة أداء من الفريقين أنتم شايفينه عامل إزاي؟ لغاية آخر نقطة فبقول للشرقة برافو وإحنا برافو قوي 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 والحمد لله بس لست فيه مطش ديني البطولة لست ما خلصتش ده زهاب وفيه إياب ولازم نحترم كل الفرقة المنافسة الحمد لله أول شي بفضل الله فضل نتدربه ودعم شيخ شمسة دارية المحترفات البنات والمواطنة ضبل المحترفات الحمد لله كفينة وأدينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله مبارا قوية نحن اليوم لعبنا كان مستواهم جدا جميل وتحسن عن المباريات اللي كانت سابقة طبعا في الدوريات اللي كانت في المواسم السابقة إن شاء الله المباراة اللي قادمة بتكون على يوم النسب بنأدي بأداء أفضل ولكن نهني بعد الخصم عندنا اللي هو النادي الوصل ونقول لهم مبروك وإن شاء الله نحن بنتجابل على إنفاينا لبذن الله المستوى القوي والمبهر في مواجهة الدولة العام لكرة الطائرة يدعو للفخر والاعتزاز بأن طائرة الإمارات باتت تملك مواهب قادرة على التنافسية الاحترافية محليا ودوليا اشتركوا في القناة رغم من اللقاء ذهاب دوري السيدات كان لصالح الوصل إلا أن اللقب لم يحسب بعد وما زالت الفرصة أمام الفريقين الأسابيع المقبلة ستكشف لنا إذا كان الوصل سيواصل تألق أم سيكون لفتاة الشارقة رأي آخر في لقاء العودة وبالتأكيد كامرة رياضة المرأة ستكون حاضرة لتنقل لكم بالصوت والصورة التفاصيل كاملة إذن مشاهدين في عصر تمكين المرأة الذي نعيش هنا في دولة الإمارات عندما تخرج لنا بطلة تتمتع بمجموعة من الصفات والمهارات بجانب الثقافة العالية فهنا لا بد أن تكون لنا وقفة صفية الصايق صنعت لنفسها دروب المجد وحجزت مكانا بين الكبار من خلال رحلة على دراجة هوائية نتابع صناعة الأبطال لا تأتي من فراغ ولا تصنعها الصدفة بل تكون نتاج تعب وجهد وبلا شك يسبق كل هذا تخطيط وإرادة قوية من هذا الفكر كان انطلاقة الصفية الصايق لعبة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية إحدى أبرز المواهب الوطنية المتميزة في عالم الرياضة سجلها الحافل بالعديد من التتويجات المحلية والعربية فهي بطلة الإمارات والعرب تنتم الصايق لأسرة رياضية حيث بدأت مسيرتها في السباحة إذ حصلت على المراكز الأولى في الأولمبيات المدرسي ثم اكتشفت موهبتها في الجنباز وألعاب القوى ولكن أختارت في النهاية رياضة الدراجات الهوائية تمتلك صفية الصايق قدرات هائلة في سباقات السرعة وتحرص على تطوير نفسها وتبذل المزيد من الجهود في التدريبات حتى تحقق أحلامها الكبيرة لتكتب تاريخاً جديداً للرياضة الإماراتية دائماً عندما يكون الحوار عن بطلة ورحلتها مع الرياضة لابد لنا أن نبحث ونستكشف أسرار هذه الرحلة المليئة بالنجاحات والتي جعلت من صفية مثال يحتذب في عالم التحديات صفية الصايق نرحب بك معنا في برنامج رياضة المرأة ونبارك لك هذا التألق والمركز الأول هذا طبعاً مبأول مرة للمرة الثالثة على التوالي الحمد لله يا مرحباً فيك والله يبارك في حياتك طبعاً صفية ما شاء الله يعني أنت هذا مش غريب عليك هذا التألق والذهبية دائماً يعني يوم نشوف الدراجات الأوائية نعرف أن صفية هي اللي هي بالذهبية فكيف كانت أجواء البطولة؟ طبعاً بطولة الإمارات مقسمة لسباقين الفردي ضد الساعة والفردي العام الحمد لله قدرت أحقق اللقبين بطلة الدولة في الثلاثين والبطولة الحمد لله شفنا حتى مشاركة الهواء معنا البطولة أي بنت مواطنة تقدر تشارك في هذه البطولة مو بشرط أن تكون من اللعبات الأندية صفية اليوم الواحد يعني السهل أن يحصل اللقب بس صعب شوي أن يحافظ على اللقب اليوم أنت ثلاث مرات ماشاء الله يعني ماشاء الله هذا يعتبر إنجاز كيف قدرت يتحافظين على هذا اللقب؟ طبعاً لقب الإمارات لقب بويد غالي أو بطلة الإمارات لقب غالي علي ودوم كل سنة أحاول أحافظ عليه لأنه يعني يعتبر شيء مهم بما أني أنا ألعب كلاعبة محترفة حتى لبس الفريق لبسي يكون أنا غير عن باقي لعبات الفريق إذا أنا أكون بطلة الدولة جميل فمثلاً عندنا نحنا في فريق الإمارات المحترفين عندنا أنا بطلة دولة الإمارات وعندنا بطلة سيروفينيا فنحنا يكون عندنا لبس مختلف عن باقي لبسات الفريق ويكون علي العالم فهل غميص دوم أحاول أحافظ عليه لأنه يعني يعتبر شيء قيمي وتكونين مميزة من بينهم هي طبعاً وأحاول أحافظ علي ياقتي واضب في التمرين وأشتغل على خطة مرسومة من بداية الموسم مع الساس أقدر أحافظ على هذه الألقاء ماشاء الله إليك صفي اليوم طبعاً حلقتنا بتكون شوي غير عندك ثمان بطائق تسحبيلي بطاقة من هالبطائق ونشوف سؤالة شو بيكون أوكي أعطيني الرقم صفي اليوم نورتنا أنت والدراجة الهوائية والكاس اليوم أربعة رقم أربعة يقول لك بعد ما وصلتي له ماذا تطمحين؟ شو اللي بيكون عقب؟ توانت سولفتياتي قبل طبعاً الحلقة شو بيكون عقب هذا؟ طبعاً لنتحضير حالياً خلال رمضان لدينا سباقات في الدولة سباق ناصر رمضاني وسباق ووش بعد ما يخلص رمضان وتفرق من الجامعة في الصيف بنتقل لأوروبا انظر من الفريق المحترف شارك مشاركات معهم مشاركات أولى مع الفريق على المستوى الاحترافي ومنها صورة مرسومة من الفريق لي أن نهاية الموسم أشارك في سباق وورتور اللي هو أعلى مستوى سباقات في عالم الدراجات فهدف كبير طبعاً الوقت قصير فلازم أطمح ووظف أكثر وأكثر عساس أوصل للمستوى هذا وبعد من خلال المنتخب عندي مشاركات في البطولات الآسيوية للمضمار والطريق وعندنا الإلعاب الآسيوية اللي تأجلت بسبة كورونا كذا مرة هذا الصيف الحمد لله قدرت أوصل للبوديوم السنة اللي طافت وكان شرف كبير لأنه أرفع عالم الدولة هناك لأول مرة كمرأة إماراتية إنجاز ما ما توقعته وللحين ما حسن صدقي بس دا مني وصلت للبوديوم أسعى إن شاء الله أكون بطلة القارة هالسنة طبعاً مو بإنجاز بيكون سهل أو مو بوديوم بي بسهولة لكن ياسس أسعى له وإن شاء الله الله يعطي لي أسعى إن شاء الله أكيد أنت قدها صفية وهذا أكيد يبالحين دراسة وخطة لما توصلين لهذا الشيء وهذا مش غريب عليك لكن ما شاء الله إليك حتى إجازتك بتكون كلها في الدرجات الهوائية منها متعة ومنها يعني تتدربي رقم ثاني صفية رقم ثلاثة ثلاثة يقول لك شو أضافت لك هاي اللعبة على الصعيد الشخصي طبعاً أنا كنت وحدة وإذا استحي يوم كنت صغيرة كنت مكبت على حالي أقدر أقول وكنت أشارك في الرياضة من صغري من تقريباً ثمانة سنين ألعب صباحة ومختلف الرياضات من المدرسة لكن كنت شخص شوي كاتوم شخصيتي كانت وقل ضعيفة بس ويد كنت أستحي خجولة ويد خجولة فيوم بديت أشارك في الرياضة بديت أسوم مقابلات بديت أطلع عجوة بديت أشارج رياضي ويراتش كل مكان أشهتي فقمت أنفتح على العالم أقدر أقول لأنه يوم كنت صغيرة كان مجال المدرسة ومجال أصدقائي وعائلتي بس حين في مجال الرياضة ومجال الدراجات الهوائية منفتحها على العالم أسافر يعني مثلا أقدر أقولك سنين طافت سافرت لعشر دول مختلفة فهذا الشيء ويد ويد يضيف لي سنة عن سنة تعرف على جنسيات مختلفة على عادات مختلفة فمويد مستنسة أني اخترت هذه الرياضة وأشوف أنها الرياضة تير موافق لي كصفية لأنه قدرت أنمي مهاراتي وشخصيتي فيها جميل اليوم طورتي شخصيتك من خلال هذه اللعبة وحلو هذا الاحتكاك منه تكتسبين خبرة ومنه أنت تحتكين ياهم ويكون المفتاح يكون شوية كبير جميل رقم ثاني صفية ثانيا هل زاد شغف ركوب الدراجات بشكل أكبر وأعمق هنا في الإمارات بالنسبة للسيدات فريتش؟ بشكل كبير بعد أقدر أقول لأنه يوم بديت في هذه الرياضة كان لدينا فريق المنتخب وبس اللي شارك في المنافسات الآن عندنا ما شاء الله لدينا نوادي وعندنا فرق هاوية بعد وعندنا أول فريق محترف عن أول فريق الديفلوبمنت في العالم حتى فهذا شيء كبير يضيف شيء كبير لرياضة المرأة ولرياضة الدراجات ولتطور هذه الرياضة في الإمارات صفية اليوم هل بمأنك أنت محترفة في هذه اللعبة؟ هل زميلاتك مثلا في هذه اللعبة يستشيرونك مثلا في أشياء؟ عن دربينهم؟ عندي مختلف البنات من هم الهاويات من هم زميلاتي في الفريق من هم المغربين من هم البعيدين ساعاتيون يستشيروني عن أشياء معينة عن سباقات ترى عندنا حتى في السباقات وعندنا سباقات مختلفة عن بعض ففي ناس مثلا يكون أول مرة يشاركهم في هالنوع من السباق يحبون يسألوني عن خبرتي في هذه السباقات ودراجاتهم الهوائية تكونون نفس دراجتك؟ ما شاء الله عندنا وائد برانت في البلتن أو في الرياضة هذه أحسست تهتمين حق التفاصيل في الدراجة وهذا ما شاء الله عمنا هالسنة كل ناقو طبعا كل سنة يبهرون الفريق بتصميم يديد وهذا سنة حابت تصميم بشكل كبير جميل صوفية رقم ثاني ثمانية ثمانية اليوم تكلفت هذه الرياضة هل هي مكلفة بالنسبة حق الرياضات الأخرى؟ يعني سعر الدراجة اليوم مبشيهيا اليوم أكيد فيه يعني كل دراجة لها سعر صح ناس ما قلت فيه في مستوى احترافي في مستوى أو المستوى اللي الناس يحبون يطرقون لهذه الرياضة كم مستوى هواية يختلف نوع الدراجة يعني مثلا لو أنت بس بتهوين السيكل مم مضطرة أنتش تشتريين سيكل خفيف ونقدر نقول سريع بالمعدات اللي فيه اللي تسرع اللي تش أدائتش لكن مثلا السيكل اللي نحن استخدمها على المستوى الاحترافي كل ما تبغين تكونين أسرع على السيكل كل ما تحتاجين كمفوننس أغلى سيكل أسرع سيكل آخر هالخواص كلها ترفع من السعر طبعا عندتش الكاربن عندتش السراميك اللي يكون في البيرينغز عندتش الفريم نفسه هل هو ايرو هل هو للصعود يعني وفي واي المجال ونتي كم تكلفت الدراجة الهوائية أقدر أقول بين الخمس وخمسين والسبعين ألف مشارلا هذه دراجة السعر يعني شكلها أنا قلت يمكن تقريبا شوي بس خمس وخمسين ألف ونتي تهتمين حق هالأمور ما شاء الله الحمد لله أنا عندي الفرصة أن يكون عندي نحسن دراجات في السوق لأنني محترفة ومن ضمن الفريق يرعاها الفريق شركة كلناغو فلهذا السبب عندي دراجة كلناغو لكن بعد في الدولة ما شاء الله الدعم يس يزيد فيه سبونسورات ساعات يقدمون للناس اللي متميزة وبعد الفراق قامت تدعم أكثر وكثر منتخب يستحسن بالمعدات اللي فيه فعني الرياضة يستكبر يستحسن تطور صح وحب الناس لهذه الرياضة يزيد بعد يزيد صح دم نشوفهم حتى لو رمضان رمضان بتطلعين قبل الفطور بالدراجة قبل الفطور نقدر نسوي تمارين خفيفة ساعة ونص ما يكون فيها الجهد عالي وين أكثر مكان التيريلا؟ ساعة تطلع في الفريق عندي إذا ما عندي تمرين خفيف على البحر عندنا في جميرة عندنا اتراك بعد للتمارين الخفيفة والتمارين اللي تكون على شكل أطول أو جهد أكثر تحتاجين طبعا يوم تسويين جهد أكثر على السيكل تحتاجين مساحة تكون متفرغة على سلس سياي رمانيون في دربتش فأتمرين عادة في ند الشبه في رمضان وعندنا منها عندنا سباق سباق رمضاني في ند الشبه نفسها فأنا تمارين في ند الشبه نفسها يلا جميل بتكون متواجدة هناك ببن الله رقم ثاني صفية تسحبي لنا نشوف الرقم خمسة خمسة قلت خلينا نتكلم شوي أنا توا بسألت هذا السؤال يعني الحتة المعدة يمكن حستني أنا بسأل هذا السؤال اليوم الأسرة اللي دائما طبعا نحن نقول أن الأسرة هي الدعم اليوم كيف تصفين هذا الدعم هذا يعتبر مصدر إلهام لكم طبعا الأسرة شو دورها في هاي اللعبة بالنسبة لك بالنسبة لي الأسرة تشكل دعم كبير لي أبوي أمي خواتي يوني حضرون السباقات شيء يفرحني أبوي ما شاء الله من أول يوم كان يصير التمرين يعني مثلا يومك عندي الليسن يوم كنت أصغر عام 18 كان كل يوم يصير التمرين معاي فهذا هذا بمنافسة يعني شيء كبير لأنه بسبوك رياضي لازم المشاهدين يعرفون أن اللي ما يعرف ترى والد صفية هو لاعب الكرة الإماراتي السابق مختار الصائغ أكيد طبعا بيشجعت ويصير رياضي دايما طبعا وخبرته في المجال الرياضي بعد زادتني أو خلتني أتقدم بشكل كبير لأن صح أنه ما كان مطلق لرياضة الدراجات لكن هو كرياضي فهم الرياضة شو تحتاج من نوم من أكل من لايفستايل فهو دوم كان يختصر لي هذا الدرب بدلما أنا سير دورة من حد ثاني هو كان يقدم لي وأمي بعد تحب تكون behind the scenes ما تحب وائدة تكون جدا من الأعين بس هي بعد تقدم لي دعم كبير منتلي وفيزيكلي وتدفعني أن أرسم هذا التصام اللي أشوف على وياها دوم يا سلام هذا أهم شي هاروح داعم كبير لتش الله يحفظهم أمو تشبوك ودائما تحصلين هذا الدعم آخر بطاقة بنسحبها يا صفية والله ما ودي تكون آخر بطاقة ستة ستة شو هي الصعوبات كل كل إنسان في مسيرة الاحترافية أكيد فيه صعوبات شو هي الصعوبات اللي أنت واجهت لها فيه أقدر أقول ممكن صعوبتين واجهتهم الأولى فقدنا وحدة من زميلاتنا مرة في التمرين بسبة حادث فهالشي كانت في زراعة خوف في أهلي وفي المستمع كله يعني هالحادثة يعني انتشرت وللأسف يعني فقدناها الله يرحمها فالناس ما قلت حطت نفس خوف في كل بابوي خصوصا لكن عانت أنا هالخوف وقلت لا أنا ما أقدر من دون الدراجات فقدر أعتبر هذه صعوبة من الصعوبات أنه حتى أنه لازم يحاتيني وأنا طالع التمرين فمن يعني من جانبي أنا طبعا صعوبة لي أن أشوفه بوي حاتيني لكن رياضها بي صارت في دم وما أقدر أخلى عنها وهو روح يدفعني أن أمارسة أكثر وأكثر لأنه يشوف أني قاعد أتميز فيها لكن نفسه ما قلت لأتي ما أحب أنها محاطاتكم في قربة وأقدر أقول الصعوبة الثانية يمكن تكون الإصابات التي طلقت لهم بس الحمد لله عديت منهم على خير وبسرعة لكن كسرت الترقوتين به عظام الشتف سوري عظام الشتف كسرتهم سنة عن بعض كسرت وحدة وكسرت الثانية وطريت أن أسوي عملية عساس أتشافة بشكل أسرع وأرجع للرياضة فأقدر أقول أنه يمكن هذا كان ستباك لكن أبدا ما يكون شيء يمنعني ويوقفني أن أكمل حلو الله يوفكتش إذن بطلتنا صفية الصائغ الصراحة استمتعت في هذه الحلقة الحلقة كانت صراحة مميزة بوجودك بوجود اليوم الكاس والدراجة الهوائية هذه الجميلة نحن نتمنى لكي التوفيق في القادم من استحقاقات إن شاء الله والله يحفظ ويبعد عنك إن شاء الله أي مكروه دائما نشوفك على المنصات فضنا جميعا إن شاء الله نستمعنا إذن إلى موضوع آخر مشاهدينا فرغم أننا نعيش عصر التكنولوجيا الحديثة والسرعة والتقدم في كل مناحي الحياة إلا أننا عندما يعود بين الزمن إلى الماضي الجميل سنشعر بلا شك بمتعة كبيرة وشوق لا يمكن وصفه شوق يحملنا لعالم آخر يمتزج فيه عبق الماضي الجميل هذه باختصار ما سنشعر به مجرد وصولنا إلى الساحة التراثية في قلب الإمارة الباسمة التي تحتضن أيام الشارقة التراثية دعونا من خلال هذا التقرير التالي نتعرف على هذا الكارنفال التراثي وكيف استطاعت رياضة الذهن والعقل أن تكون لها بصمة في مهرجان أيام الشارقة التراثية نتابع من يدخل إمارة الشارقة لابد أن تسوقفه تلك الملامح لوجهة المدينة العتيقة التي لا تزال تحتفظ بين ثناياها برائحة الماضي وعبق التراث حيث المكان في قلب الشارقة يختزن ذاكرة المجتمع ويحتفظ بتفاصيل تاريخه القديم الذي يعانق حاضرة في مشهد مبهر ولافت أيام الشارقة التراثية ذلك الوهج العريق والتراث العميق الممزوجة بالبهجة والسرور والتي تحمل في طياتها سحر الماضي بعيون الحاضر وعلى هامش المهرجان نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضية فعاليات شطرنجية بهدف تعريف الجمهور بهمية اللعبة وربطها بالتراث الإماراتي كواحدة من الرياضات الفكرية القديمة التي نتوارثها جيل بعد جيل مشاركة نادي الشطرنج والثقافة في عاليات الأيام التراثية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها النادي لإنجاح كل الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية التي تصدفها إمارة الشارقة على مدار العامة إضافة إلى التعريف بشطرنج الإماراتي لدى الزوار في ظل مشاركة العديد من الوفود من 42 دولة عربية وجنبية ترجمة نانسي قنقر طبعاً مثل ما شفنا مبادرة مجتمعية مزجت بين تراث الماضي وحداثة الحاضر من خلال تقديم لعباتنا العديد من المهارات الرياضية بهدف نشر الوعي بأهميته الرياضية في تنمية القدرات الجسدية والذهنية وهذا أيضاً دعوة لجميع متابعين زيارة أيام الشارقة التراثية للاستمتاع بالعروض والمأكلات الشعبية إلى جانب المسابقات والفعاليات التي تحول المدينة إلى ما أشبه بكرنفال لعشاق التراث الأصيل ولا تنسون زيارة جناح مجلس الشارقة الرياضي والتعرف على خططه وأستراتيجياته وبرامجه إذن مشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اللقاء يتجدد بكم الأسبوع المقبل إلى أن يحين الموعد أستراتيجياته وبرامجه